اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعلومات الغذائية كل مائة غرامة من الحمص تحتوي على كل من الدهون بقدر 6.4 غراما والبروتينات 19.30 غراما والسعرات الحرارية 364 غراما والكربوهايدرات 60.65 غراما والسكر 17.70 غراما والأليف 17.4 غراما الفويضة العظيمة لتناول الحمص المسلوق مدير للبول يوالج المفاصل آلمها وخاصة عظام الظهر منشط للأعصاب يفتت الحصوى المتراكمة على الكلة كما أنه يفتت الحصوى الموجودة في المسالك البولية يحافظ على صحة القلب ويقيه من التعارض إلى الجلطة القلبية يحافظ على صحة اللوعة الدموية ويقيها من التصلب يفتح سدد الطحيلة والكبد يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان وسرطان القولون يحفظ نمو الشعر الجديد يخفض من نسبة الكوريسترول الضار في الدم ويرفع الكوريسترول النافع في الجسم ينظم مستوى السكر في الدم حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري يبني العضلات ويساعد في أداء وظائفة يبني الأنسجة في الجسم ويصلحها في حالة التلف يعطي الجسم القوة والنشاط يوفر البروتين الضروري لنموه جسم الأطفال الرضع يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع يعالج الروماتيزم يكافح السمنة مدود للأكسدة يحسن المزاج فوائده للجهاز الهضمي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ينظم حركة الأمعاء يعالج الإمساك يسهل عملية الهضم يجعل الفرد أشعر بالشبع وامتلئ المعدة مما يساعد في تكفيف الوزن الزائد مليل للمعدة فوائده العظيمة للحامل يعزز مناعة جسم المرأة الحامل ويحافظ على صحتها وذلك لاحتوائه على حمض أوميغا 3 يحافظ على صحة الجنين ويعزز مناعته يحد من إصابة الجنين بالتشوهة الخلقية المعروفة باسم مرض السنسن المشكوكة وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك فوائد الحمص الجيف يحافظ على صحة الشعر ويقويه ويطيله ويجعله كثيفا ويخلصه من القشرة البيضاء يخلص البشرة من النمش والجلد الميت وحب الشباب والبثور ويجعلها صافية ونقية خالية من الشوائب ونظراء وحيوية ويؤخر ظهور التجاعد وآثارها أضرار الحمص بالرغم من كافة الفوائد التي يملك الحمص إلا أن هناك بعض الأضرار الخفيفة تتلخص فيما يلي يزيد من مشكلة الإسهال لمن يعانون منه وذلك لاحتوائه على الألياف يزيد من انتفاخ البطن وتكون الغازات والله تعالى أعلى وعلم أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة اشتركوا في القناة